في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فكان فيه امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب أول ما سمعت الكلام ده وكانت قارئة لكتاب الله عز وجل أمت ريح على المصحف قرأت المصحف من أول عقر عشان تشوف لعن الله ملأتش الآية دي فجاءت لابن مسعود فقالت له يا ابن مسعود أنت تقول كذا وكذا وأعادت عليه الكلام قال لها وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله فقالت له لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلد للجلد يعني ولم أجد هذا الذي تقول قال لها لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه هو ده الفقه بقى بتاع ابن مسعود ده الفقه بتاع ابن مسعود العايز يتعلم الفقه يعني وتعلم كيف تنتزع الأحكام من الأدلة التفصيلية فليتعلم من وقعة مسعود هذه قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قالت قد قرأته ما بين دفتيه وما وجدته قال أما قرأتي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش لازم كل مسألة جزئية لابد أن تجد لها دليلا مباشرا لا وما آتاكم الرسول فخذوه هذا يشمل كل أمر سواء كان أمر إيجاب أو كان أمر استحباب أو كان أمر إباحة على قول من يجعل الإباحة داخل في الأوامر لكن على الأقل أمر الوجوب أمر الاستحباب وما آتاكم الرسول فخذوه الآيدي تركت أمرا ما تركت أمرا وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا أيضا ما ترك نهيا يبقى لا يدي جمعة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش لازم كل مسألة جزئية آت فيها بدليل بدليل خاص لا لا أحد من جماعة العلماء يقول إن كل مسألة لا سيما مسألة النوازل لابد أن يكون لها دليل خاص لا كما قال الشفعي رحمه الله كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى القرآن وكل نهي كذلك لئن كنت قرتي لقد وجدتي فقالت له أم يعقوب إن مرأتك تفعل شيئا من ذلك لأزينب يعني تتنمص مثلا أو فقال اذهبي فانظري فذهبت المرأة فنظرت ثم رجعت إلى ابن مسعود قالت لم أر شيئا من ذلك فقال أما إنها لو فعلت لم نجامعها أي ما أبقيناها معنا في عيشة واحدة كانها يطلقها على طول أول ما تفعل المرأة هذا الفعل كان سأستغني عنه إن مسعود كان كما قلت كان كسائل الصحابة كانوا يتدينون بالقرآن والسنة